مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نرد فيها على فضيلة الأستاذ المرشد العامل الإخوان المسلمين المجاهد المسلم الأستاذ الدكتور محمد بديع أعنى الله سبحانه وتعالى على تحريره من الأسر اللهم أمين يا رب العالمين تعالوا نسمع تصريحاته ثم نرد عليها فإحنا لا يعنينا أن تحكم علينا بإحكام الإعدام والصول فلسطين قضيتنا الأولى في حضية الأمر العربية والإسلامية يا بان المرادة جدا للحضية إحنا نتحقس عشان تبقى بالقرن الدم يا كل المرادين في كل مكان يا أمة إسلامية والله إلا 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 أروا لم تقوم لكم قائمة إلا أن تنصر فلسطين إلا أن تنصر الله ينصركم ويساكد أخدامكم بلعبة المصريين آق عن فرمنا البحاجات يا بنمًا لا يحصل من هذا واللعبة المصريين هيوا وبحاد المصريين وصيفيت المصريين والصير آيب يا ب legitimate حاجة في السورية يتطPER يا عدى يا بنم الشهداء الليถو أن المصريين أدلاتها الأموبة هناك بإحكام الميجنة هذا إنحد ما مصري آآ يا خرم تلعوق للصير انا حول احضرت الواقعة من حرف التسطيل ان احنا لحظة التسطيل. احضرت. ده احضرت ابدا طول ما فيه رجال. وحوا وفرقوه. مرادتين. ما طلعونا. يا فاني هو انتوا احطيه للصور. الدول للصورة اللي خارجوا حرف التسطيل. حضرت واقعة. انا شاهد عليها. كان معي في زنزانة واحدة. قال له معروفة حضري عضو مجلس بيات الثورة. اللي دهر لفت حصار. آآ جماعة عبد الناصر والمحافر. في حصار خلوكة. هو اللي راح طلعه. لما اقرب عليها خطة عشرين سنة لدينا. وما احبوز دور السجن في السجن الحردي. فعت جماعة عبد الناصر. قال له انا قاعد عشتري. اضحوا قدنس رجل عدم. ارض بلدي. طلعني عشان اقاتلهم. فان قدلوني. ارحم اللهم مني. وايه قدلتهم. رجعني يكمل خطة عبد الناصرين. تهموا الحياة واقولوا يهود. ولا بان اسلامنا فلسطيننا قدسنا اقصانا لا يهود. هنا هذه التصريحات نحن نأخذها على مستويين. مستوى انه سياسي. مستوى شخص سياسي. هو مرشد الاخوان المسلمين. وبالتالي لا يجوز لنا انه حاسبه على كل كلمة. ونقول له خلي بقى كده قلت دي صح وانت دي غلط. بمعنى ايه? لو الرئيس مرسي. وسئل في كده وقال وقال له والله هل من حق المسيح ان يكون رئيسا لمصر? فيقول والله الدستور بيسمح لكذا والمواطنون سوا سيء. مش اقعد انا بقى امسك حراب وابتاع وكده. لا. حد مرسي راجل سياسي. فله انه يناور وله انه يجذب وله انه يرعد. يعني له مندوحة كبيرة فيما يفعل. لكن الشيخ هو يجذب. ما ينفعش يطلع يقول والله من حق المسيح يقول رئيسا لمصر. ما ينفعش صبر مشهور او ده شغال اعلامي. يعني انا اصد ايه? انت خلاص السياسي. ترامب بيطلع بقول ان انا نحب الاسلام والاسلام دين عظيم مساء. وبقول لك اختيف عن الاسلام. واننا نريد السلام والناس تعيش في سلام. ترامب. وان حد تصدق ان ترامب بيطلع عيش في سلام. في العبط يعني. واسرائيل واننا نريد ان نعيش في سلام مع المسلمين. كلام في السياسة وخلاص. يعني كلام ما يسويش تبا نحيب لازي ايه كو دي بابين. فبالتالي الدكتور بديان في هذه التصريحات هي مرفوضة ومقبولة. مقبولة من حيث ان هو كرجل سياسي ما نقدرش نقعد ندقاله في كل كلمة قالها وحرف ايه ونطط ايه اللي قالها ونطط ايه اللي سابها وكذا مش من حقنا. والامر الاخر ان هو وقد اتيحت له الفرصة ان يتكلم وهو في ايدي سجانين. فانتهز هذه الفرصة ليخاطب عموم المسلمين. والفيديو ده كل المسلمين تشهده. فيعرف المسلمين بشيء من تاريخهم. ان اللي انقص جمال عبدالنصر في الفالوجة كان الاخوان المسلمين والذين راح ذهبوا ليحرروا في السنة كانوا الاخوان المسلمين من القدس وكذا. فهذا الاسلوب منه ناجح اعلاميا 100% خلاص كده. فايزا الاستاذ الدكتور محمد بديع. هو ناجح حقيقاتا لا بد اشهد له بذلك. ناجح في الوقت المسموح له به او اللي اتيح له. وفي الظرف والمناسبة واستغلال الحدث. حدث القدس. في ان هو وان ترامب من الرئيس الامريكي نقل السفارة للبيت المقدس. السفارة الامريكية. ان هو ينصر رسالة لملايين المسلمين في مصر وخارج مصر. لكن بقى الذي ده دورنا احنا كاعلاميين. لكن ما تيجي تقول انت صور كتوعوي. كعمل توعي. هل كلام المرشي الصحة الغلط? لا خطر. كيفان? هو الراجل الاي اللي عليه. انما انت صابروا محمد وحسين انتوا عملتوا اللي عليكم. لا ما عملناش اللي علينا. والذي انا بسجل هذا الفيديو. ان اول شيء ليست فلسطين قضية الاولى للمسلمين. جر صحيح. خالص. يا جماعة مين قال ان احنا فلسطين قضية المسلمين الاولى. ده اخذ عبلات. يعني يسمح للسياسة ان يقولها او كده. كلام من هذا. انما احنا لا. قضية المسلمين الاولى هي تحرير البلاد الاسلامية. تحرير مصر. انا مروحش حرر فلسطين اصلا ومصر. انا حرر القدس ليه يا عم انا حرر القهارة الاول. اذا حررت القهارة اعرف احرر القدس. انما بينما القدس محتلة. بقى باني كون سوا انت طيب. انا احنا اذا لم يلدخ من جحر مرتين. يعني. لما حسن البن الله ورحمه المرشد عامل اخواني المسلمين. راح يحرر القدس والقهارة محتلة. ايه اللي حصل? لحرر القدس ولا حرر القهارة وتقتل. واللي اخواني تحلوا وتشراموا في السجون وكذا. فاصبح انا قاسف يعني اقول المسرى ومكسواتي. كالممبت لارضا قطع ولا ظهرا اقع. الحى الحى احسن البنة الحوا يا اقواني المسلمين ايه? القدس تحتل اليهود ياخذونا فلسطين اين انتم? كيف تقفونا تتفرجون? وخضعوا لهذا الاستبداد. فاخرجوا من مصر. وتم تفريق كل الاسلحة في مصر ابعت لفلسطين ابعت لي مش عارف كذا ابعت كذا واخدوا كل الشباب وخيرت خيرت ما عندك من كفاءات دبحت تدبيح في فلسطين. فاصبحت المحركة لهم في فلسطين. وضربوا عصرين بحاجة. منهم انه بدل ما النظام هو اللي يقتل الناس دي الشباب المسلم هذا لا يبقى اصري اللي قتلوا احناش دعوه. وطبق هم اللي انه لا تحرر القاهرة الاول. وان الاخوان المسلمين كانوا سترعى الحكم في مصر اولا. واعملوا جيش اسلامي في مصر اولا. وبعد ذلك تعالوا نحرر القدس. فتحرير القاهرة القاهرة القضية الاولى للمسلمين. مش القدس. القدس القضية رقم اثنين. وتحرير حلب ودمشك القضية الاولى. سما القدس. وتحرير سوريا المسلمة القضية الاولى. سما فلسطين. ولما ترى. ده اللي عمله صلاح الدين الايوب بصلاح دين ما برحش حارقM قدس. صلاح الدين الايوب عشرين سنة واحد في بلاد المسلمين عشرين سنة ويحارب المنافقين. انا انقل هذا عن الشيخ باسام جراريre يعني. عشرين سنة صلاح الدين ايوب يحارب في المنافقين من المسلمين. بعد ما خلص؟ العشرين سنة. خمس سنين قاتل فائس صلافين. صلاح الدين ايوب كان ما عد على القدس سابها كده وغير من الشام عد على القدس قدس انت قدس محتلة بعد اذنك هنحرر القاهرة الاول راح حرر القاهرة وبعد ما حرر القاهرة قال والله يا قدس انا حررت القاهرة وما كان ايوب استطيع ان احرك يا قدس الا بعد تحرير القاهرة الاول هلا بد احرر مصر الاول ده التفكير الاستراتيجي وهذا الذي يجب ان نوعي به شباب المسلمين ولا مسلمين كافة لانه ايه اللي حصل انت لو عاوز تحرق قدس بتعمل عكس الانجليز عملوه عشان يقيم اسرائيل الانجليز اقام اسرائيل والمسلمين يرودون زوال اسرائيل طب الانجليز مشوا في سكة حميمش عكسها مش كده ماذا فعل الانجليز كان يقيم اسرائيل احتلوا مصر عام 1882 احتلال بريطانيا وقبلها محمد علي بس قلها في احتلال بريطانيا فاحتلوا مصر وبعدين اقاموا مملكة قال سعود في نجد في الجزارة العربية وبعدين اقاموا مملكة الحجاز اللي هي بتاع حسين ابن علي وبعدين احتلوا الفلسطين الانجليز جيش انجليز داخل بحر العباية الاولى 1918 دخل لكذا ثم احتلوا سوريا الفرنسيون الانجليز واحتلوا العراب يعني هم اسقطوا كل عالم الاسلام المحيط بفلسطين سووا كل الارض المحيطة بفلسطين وبعدين رح عملوا ايه دقوا الخزوق اللي اسمه اسرائيل عملوا عملية تأمين لما حول هذا الخزوق اللي حطوه للأسف طب انت بقى لعوز تحزيل هذا الخزوق لهذا الخزوق بقى فيه ناس بتحميه الانظمة اللي متنقلة عينها وقفة دي فانت بقى يبقى الانجليز احتلوا مصري بقى الاحتلال لسه لم ينتهي حتى اليوم احتلال نحن مستمرين في احتلال ما واحد يقول لك والله مو برضو من ضمن الخزعبلات اش عايز اخش في هذا اخش لو قصرة محمد علي الملك فاروق وولاده كان يستحق من مصر كان هيكتف في التاريخ بتاعنا انه الانجليز احتلوا مصر عام 1914 لمدة 6 سنين لمدة 8 سنين لحد تنتهي في 1920 اعلى مستقلال مصر لانه الانجليز احتلوا مصر عام 1922 ولكن لم يعلنوا ان مصر جزء من الاراضي البريطانية لا مواصر لها وزارة الخارجية قائمة وكان بتصدر جوازات السفر زيها زي الدول اللي فقاعد امريكي بتصدر قاعد السفر وبتعمل كل حاجة وكانوا قالوا وكاية مصر مع الخلافة العثمانية والدولة العثمانية رغم ان هي الجيش الانجليزي محتلها اصلا ولكن رغم ذلك كانوا يقول لك عادي يعني فلو الملك فاروق موجيه عبد النصر قال لك لا اللي احتلال الانجليزي لما عادي نصر جي بقى قال لك لا احنا يعني ايام سعد زغلول والملك فاروق وكذا كانوا بيدرسوا من مصر دولة مستقلة عام 1922 ونالت مصر استقلال 1922 لما حصل بقى الثورة 52 يقول له 52 او الانقلاب 52 قالوا لا 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 ما كنتش مستققية محتلة والانتهاء الاحتلال 1952 واخر جندي بريطاري خرج من مصر كاهم 1956 لما جي استداهد قال لك على فكر مصر كانت محتلة مين قال لك من الروس طب على فكر لو جي بقى محمد مرسى او اللي جات ثورة في مصر على فكر مصر كانت محتلة ليه دا كان فيها امريكاية قال ايه برا هنا انه انت محتاج زي ما فهم احتلوا اسقاط كل القوى الاسلامية المحيطة بفلسطين كي يونشيء اسرائيل لا بد تعيد القوى الاسلامية مرة اخرى الموجودة في العالم الاسلامي قبل قيام اسرائيل faktiskt نريد ان نعود بالوضع الى ما قبل واضح بالعالم الاسلامي وخرة العالم الاسلامي 171650 اذا عودنا بهذا او اذا عودنا حتى بخرة العالم الاسلامي لمقابل الحرب العالمية الاولى المت سنة سعيد هتحرر فلسطين أرجو مشاهدين أن تكون السورة قد وضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته